حقيقة كانت لنا زيارة مع السيد رئيس الجمهورية الدكتور فاد معصوم وبيوفد من سامراء إضافة للحكومة المحلية تم من خلال الزيارة طرح كثير من الأمور التي تهم المدينة منها موضوع المدينة القديمة والتصميم الأساسي لمدينة سامراء القديمة وضع الخدمات ووضع سامراء ما بعد أحداث داعش حيث خسرت سامراء كثير من مواردها الطبيعية كثير من آلياتها التي استخدمت غالبيتها في طرد الارهاب من المناطق القريبة من سامراء واستهلكت وقسمها تم عطبة خلال عمليات التحرير أضف إلى ذلك سامراء أصبحت اليوم عاصمة الحضارة الإسلامية تم أيضا من خلالنا ومن خلال الوفد شكرا على المصادقة التي قام بها سيادته إضافة ذلك تم بحث كثير من الأمور منها موضوع المعتقلين موضوع الخدمات المقدمة نسامراء موضوع أن تكون دوائرها ضمن صنفة الدرجة الممتازة حتى تقوم بمهامها على تنوجه هناك تخصيصات أيضا قليلة من مخصصة من المحافظة للدوائر الخديمية ومنها البلدية أيضا تم التباحث على هذه الأمور وحقيقة جميع ما تم التباحث معه وعدنا خير أن ترفع إلى الجهات الرسمية إلى رئاسة الوزراء وبالتالي أعتقد إن شاء الله نأمل بموضوع قريب جدا إضافة إلى ذلك تم أيضا طلب من عنده زيارة مدينة سامراء باعتبار الرئيس جمهورية العراق يزور مدينة سامراء للاطلاع والوقوف على حيثيات الأمور وجميع التفاصيل التي تخص سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية